ذكرت وسائل أعلام أمريكي أن مجلس النواب الأمريكي صوت بالموافقة على فتح تحقيق رسميا يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية أنشطة نجل هانتر التجارية المثيرة للجدل وقالت وسائل الأعلام 221 نائبا صوتوا لصالح هذا القرار فيما عرضه 212 نائبا آخر وقدم مشروع القرار الحزب الجمهوري والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالية وتتعلق تلك تحقيقاته باتهامات بتورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر خصوصا خلال الفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات